ممكن تعمل كده بدل ما تدفع الشعب الالتحام ممكن بدل ما تخلي الناس احتقانها يزيد ويقولك الكلام اللي قاله الشعر الكبير فاروق جويدة فاكر فاروق جويدة قال ايه انا افكرك بفاروق جويدة قال ايه فاروق جويدة كتب يوما ما يا حضرات قالك واللي زيك ارحل فمصر بشعبها وربوعها تدعو عليك ارحل فمصر بشعبها وربوعها تدعو عليك ارحل فاني ما ارى في الوطن فردا واحدا يهفو اليك لا تنتظر طفلا يتيما بابتسامته البريئة ان يقبل وجنتيك لا تنتظر ام تطاردها هموم الدهر تطلب ساعديك لا تنتظر صفحا جميلا فالخراب مع الفساد يرفرفان بمقدميك ارحل وفشلك في يديك ارحل فصوت الجائعين وان على لا تهتديه بمسمعيك فعلى يديك خراب مصر بمقدها عار يلوث راحتيك مصر التي كانت بذاك الشرخ تاجا للعلا وقد غدت قزما قزما لديك كم من شباب عاطل او غارق في بحر فقر وهو يلعن والديك كم من نساء عزبت بوحيدها او زوجها عار عليك ارحل وعارك اي عار مهما اعتذرت امام شعبك لن يفيد الاعتذار ولمن يكون الاعتذار للارض للطرقات للاحياء للموتة وللمدن العتيقة للصغار لمن يكون الاعتذار لمواكب التاريخ للارض الحزينة للشواطئ للقفار لعيون طفل ماتت في عينه ضوء الصبح واختنق النهار لدموع ام لم تزل تبكي وحيدا فر املا في الحياة وانتهى تحت البحار لمواكب العلماء اضناها مع الايام غربتها وطول الانتظار لمن يكون الاعتذار ارحل وعارك في يديك هذه سفينتك الكئيبة في سواد الليل تبحر في الضياع وانت تنتظر النهاية انت تنتظر النهاية بعد ان سقط القناع